اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا مادة سوديوم الفلورايد او الفلورايد اللي بتكون موجودة في كل انواع معجون الاسنان لازمتها انها بتمنع التسوس وبتمنع طراكم الاحماد وكمان بتمنع انتشار البكتيريا ولكن الدراسات اللي تعملت مؤخرا اثبتت ان مادة الفلورايد لها اضرار كتير قوي من ضمنها انها بتسحب الكالسيوم من العضم وده طبعا بيقدي لضعف السنان وبيخليها تتكسر مادة سوديوم الفلورايد بتعمل على تحلل طبقة المينة وكمان بتساعد على تآكل العظام بس ده عم بيكون على المدى البعيد خصوصا عند الاطفال الاقل من 6 سنين علشان كده هنعمل النهاردة خلطة موجودة في اي بيت وهي عبارة عن معلقة من الكربوناتو او بيكربونات السوديوم عليها عصرة نص لامونة الفورايد اللي بيحصل ده نتيجة يعني طبيعي هو نتيجة تفاعل الكربوناتو مع آآ اللمون هنقلبهم بقى مع بعض جويس قوي وبعدين آآ حجيب اي نوع من آآ انواع معجون السنان اللي موجود عندي في البيت وحنزل بكتعة منه يبقى انا النهاردة حطيت معلقة كربوناتو صغيرة على عصرة نص لامونة على اي نوع معجون سنان لو في بس اي بذل كده يريدتش ليه علشان ما يعوركيش وانت بتخسلي سنانك ملمع ومنظف طبيعي للاسنان ما كلفناش اي حاجة وموجود في كل بيت حسيبهم بس قبل ما استخدمهم لمدة 3 دقايق علشان يختمروا مع بعض كويس قوي بعد كده هجيب فرشة السنان وده شكل سناني قبل ما اخسلها بالخلطة اللي انا عملتها دي لمدة بقى دقيقتين او تلاتة حدعك الاسنان كويس وانتي بتشتفيها هتلاحظي ان السفار اللي موجود في الاسنان هتشوفيه بعينك وهو نازل في الحد الخلطة دي يريد ما تفردش في استخدامها يعني مثلا استخدميها مرتين بس في الاسبوع لان بطر برضو كتر استخدام البي كربوناتو مش حلو قوي لان هو بيعمل التهاب في اللاسة وكمان احيانا بيقدي لتآكل طبقة المينة يارب بيكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله